اهلا وسهلا بيكو عزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج يلا نخص طبعا الفترة اللي فاتت كلنا عادنا في الكورونا في البيت كاننا بسكوت العشر دقايق وكاننا كحك وكاننا كيك وكاننا بوزنا الدنيا خالص كلنا تخلنا قوي 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 الفترة اللي فاتت طبعا عايزين نرجع بقى لوزنا الطبيعي رجعنا للصيف رجعنا للماسية فحابين ان شكلنا يبقى افضل حال في الجالة وستات واطفال كمان النهاردة معانا اتنين دكاترة هيقولونا بحاجة بسيطة قوي قوي ازاي نرجع لوزنا الطبيعي وشكلنا يبقى كويس جدا 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 معانا دكتور احمد دانجين اهلا وسهلا بحضرتك استشاري العلاج الطبيعي بالقصر العيني اهلا وسهلا بحضرتك ومعانا دكتورة ولاء عبد الحميد استشاري اطفاله تغذية علاجية اهلا بحضرتك دكتورة اهلا بحضرتك ايه رأيكم في اللي حصل الفترة اللي فاتت من الكورونا لا اللي حصل يعني الناس من ضمن الحاجات الناس قاعدت فترات طويلة فتضطر طبعا الوزن زاد معهم طبعا فلازم احنا دورنا ان احنا نعرفهم الترق الصحيحة للتغذية السليمة اول حاجة بقى لأسس التغذية السليمة ايه اول حاجة لأسس ان انا اختار نوعية الاكل طبعا ان هي كهضار اوفاكة ده اللي انا بعتمد عليه وطبعا باخد قليل من الكايبوهدرات والدهون دي اهمها والسكريات على العموم يعني دي اول حاجة تاني حاجة التوقيت التوقيت ده عامل مهم جدا في الاكل يعني لازم احدد معاد الواجبة يعني مثلا لازم يعني معاد الواجبة ده مهم جدا بالنسبة للحرق من اول الصحيحة يعني الحرق بيبدأ من اول ما الواحد بيصحى من النوم تمام واول حاجة بيبدأ بيحطها بقى وبالتالي احنا بنيجي بنقول لازم الفطار بيبقى خلال من ساعتين لتلات ساعات بعد الصحيحة من خلال اول ساعات اللي هي بعد الصحيحة يعني لو بيصحى الساعة السابعة مثلا بفطار من مثلا سابعة لغاية عشرة في الرنج ده عشان نقدر يعني نضمن في بداية عملية الحرق نفسها ده اهم حاجة التوقيت والتوقيت برضو مهم جدا بالنسبة للنوم بالليل يعني ما جيش مثلا اكل ونام لازم بين اخر واجبة والنوم تلات ساعات على اقل على اقل ده مهم جدا الموضوع التوقيت طاني حاجة نوعية الأكل نفسها زي اختار الفكهة اللي هي هتقدر تساعدني مش الفكهة يعني اللي هتقدر تساعدني فانا هنأحافظ على وزني فيه من أنواع في أنواع الفكهة اللي هي ممكن ممكن تساعد في زيادة الوزن زي العنب والمنجة والموالح كلها يعني زي الخوخ والبرو والحاجات دي كلها بتساعد في زيادة الوزن بالعكس بقى على البرطوان مثلاً جريب فروت البطيخ إزوفه البطيخ كله غلوكوز أصلاً بيزود هو والشمام العنب والبالح والتيم والمانجا كل ده بيزود بيزود هو دلوقتي المتاح طفاح وموز لا الموز يعني بنستخدمه في الرجيم بس يعني بيبقى موز بس ده الرجيم الكيميائي بنستخدمه في بعض الحالات بس في بعض ييجي يقولك فيه أقول ييجي لا ما تستخدموش خلال الرجيم بس احنا بنستخدمه في نوعيات معينة من الرجيم وهي الرجيمات اللي هي الكيميائية ده بالنسبة للموز بعدين بقى يا دكتورة بيقول حريك التوقيت ده فيه ناس بقى بتسحى دلوقتي متأخر وبتسحى بعض العصر وبتسحى الظهر يفتروا إمتى ويتغدوا إمتى ويتعشروا إمتى نظام حياتهم إزاي بسي النظام اللي جزائي لو انت جتي مثلاً يعني في الأطفال عمتاً ودلوقتي واخدين الأجازة وانت قبتلهم هم بيسهم متأخرين انت انت هتعودي معيهم هتقول لهم ان احنا هنسحى بدي شوية وبعدين هنروح للنادي نتمشى شوية يعني ما نعودش قدام التلفزيون كتير ما نستخدمش اللاب كتير في حاجات الألعاب بتاعتهم وفي ناس الوقت هتخيري يعني انت قدامك يعني لو حططت له كباي تفشار بدل ما هو بتسلع الشيبسي يعني جاد البدايل في الأطفال ده مهم جداً يعني انا حطت قدامه في شوار هعطت قدامه كورنيفليكس يسلع به مع ربع كبات لبن مع بضايا الاهتمام مثلاً بدل ما بدي في الأطفال بدل خضار كده لأبشره يعني أبشر الجزر أبشر البنجر هو مش هحس به وفي نفس الوقت هو هيروح جاي معانا يا دكتورة بس أستاذة إيمان أيها أستاذة إيمان أهلاً بيكي أهلاً بحضرتك وليتنا بقى ايه وشكلتك أهلاً سهلاً أهلاً بحضرتك يا دكتورة أهلاً أهلاً بحضرتك يا دكتورة أنا عامل نظام ضايد أنا برده تمام بس في مشكلة لما أنا إيه جات لأنميا لقيت الأمميا بقى 9 شعر كل وقع هم أدي أول حاجة تمام الثاني حاجة بقى لما جبت لأجي الأمميا وكده ورجعت أخده بقيت بقى كل تمام رجعت الزيت الثاني 8 كيلو وفي مشكلة يا دكتور لو سمحت بالله لك تشفي حل لها نعم إيه المشكلة؟ إيه مشكلة أنا بواجهها إيه إيه أفضل طول اليوم ماشي مظبوط وما بجيش تقريباً من المخرب كده وألاقي نفسي مش هادر أمسك مش هادر أزيدر على نفسي جاعة جاعة أوه مش هادر أزيدر على نفسي لو لقيت خمسة كيلو شفرات أقدم مني ممكن أكل مشكلة كل الناس إيه مشكلة كبيرة طبعا بالذات معرضات إحنا مازلنا فترة داعي أستاذ إيمان معانا بتاع هو الأي لازم أن تعملي ضايت وتنزلي فارغ تمام ما فيش مشكلة طب نشكرك أستاذ إيمان طب الوزن وطولة دي معلش هي أفضل وزني مئة وكان مئة وعشرين نزلت زي خمسة شر كيلو وبقي خمسة شر كيلو كمان يعني دلوقتي مئة وخمسة لأ دلوقتي رجحت زيب التاني بقيت مئة وثمانية يعني كنت مئة وعشرين نزلت خمسة شر كيلو بقيت مئة وخمسة وطول حضرتك كام يا أستاذ إيمان نعم طول حضرتك قد إيه الطول مش فكرة والله لا مش فكرة بس أنا طويلة يعني مش طولة جامس طويلة يعني مئة وستين مئة وستين مئة وستين هو بتمشي على نظام رجيم بس مش بيبقى يعني القاسي قوي لأن هي طبعا هي الأكل اللي بتاكله بيبقى متقاصم لشقين ليها وللطفل نفسها والبالتالي برضو احنا بنقول للست اللي بتردع دايماً هو يتغذي أي أدوية للتخسيص في الفترة دي خلال فترة الرضاعة لأن أي دوية هتغذو في التخسيص للرضاعة هينزل للطفل عن طريق اللبن فبالتالي هي بتمشي على نظام غذائي متكامل ما فيش أي مشكلة هنقلل فيه العيش وهنقلل فيه اللي هي الكايبوهيدرات والكلام ده كله تمام طبعا هنقلل فيه الكلام ده كله وفي نفس الوقت مش هيبه زي القاسي لازم برضو قد ما بين كل وجبة والتانية حاجة زي سناكس بحيث إن هي تديها عملية إشباع شوية كون إن هي نزلت وطلعت طبعا ده بسبب إن هي طبعا بتاكل طول يعني بتيجي بالليل في الفترة اللي هي المفروض إن احنا نقلل فيها الأكل ما فيهاش حرق كثير بالليل ما فيهاش حرق وأنا باجي بزود كم الأكل والسؤارات الحرارية اللي هي دخلتها ها شوكولاتات والكلام ده احنا بننصحها بس مش خمسة كيلو شوكولاتة يعني مكعب شوكولاتة بسيط يعني أصدها ناية تقول هي مش قادرة تتماسك أو مش قادرة لا وهي مش قادرة تتماسك ممكن كوباية زبادة عليها معالاها ترد أو شفان أو كوباية لبن عليها معالاها ترد أو شفان برضو بتعمل إحساس بالامتلاء شوية يعني ده بالنسبة لبين الوجبات أو بالليل أو تخلي يعني تقسم مثلا الوجبات كل ساعتين وجبة بحيث مثلا إيه ما تحسش بعملية الجوع طول الوقت عندها إشباع طول الوقت ما تتباش يعني محتاج أنها تاكل كميات كبيرة جدا لأنها بتفضل مسكة نفسها طول النهار وتيجي بالليل طبعا فده اللي بيعمل لها عملية الزيادة والإطراب الوازن فهي لازم بتتابع على نظام غذائي متكامل بس بنقلل فيه كميات الكايبوئدرات والدغون والسكريات دي مهم جدا ممكن نعود بقى فواكه بخضار بخيار بخاصة هي مثلا السلطة مثلا بتقطع الخيار مثلا قطع صغيرة جدا عشان برضو تاخد وقت حتى كمان في عملية الأكل وبننصحها برضو تاخد كميات كبيرة في عملية المضغ دي برضو بتساعد تشرب ميا كتير طبعا وسويل كتير الميا بتعمل عملية امتلاف الماء ده وبتحسسها برضو بالشبع إلى أحد الماء معنا أستاذ وفاء أستاذ وفاء أيوة موري تفضلي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي معاك الدكتور عامر إيه؟ أهلا وسهلا أزاك أستاذ وفاء أهلا وسهلا بحضرتك أيوة حضرتك أنا يعني أنا كنت 106 أه أيوة أيوة مع حضرتك الوزن 106 أنا كنت 106 أعمل تريدين يعني لوقتي أستاذ وفاء وطي التلفزيون شوية بس عشان نتماعي ممكن؟ ممكن توطي التلفزيون شوية بقولك أنا كنت 106 لوقتي أعمل تريدين لوقتي 87 80 وزر 80 كيلو طب جميل حلو طيب تمام طب الطول كام يا أستاذ وفاء؟ 155 155 أه طيب سن حضرتك سن حضرتك؟ 29 29 29 سنة طيب تمام أنا أتعزتك؟ أنا أتعزتك أنا أتعزتك أنا أتعزتك أنا أتعزتك لوقتي أتعزتك موهندة طبعا 155 يعني المفروض أن وزنك 65 65 في الرنج دا أنا أتعزتك أنا أتعزتك أنا أتعزتك 80 كيلو المفروض على الطول دا يعني وزنها مثلا في حدود يعني 65 يعني 65 في الرنج دا يعني بالنسبة للطول يعني محتاجة 25 كيلو هي محتاجة صبر شوية بتخسيس محتاج صبر واللي عامل مهم جدا هو العامل النفسي العامل النفسي إزاي؟ أنا دلوقتي يعني لازم أصبر يعني أن أنا بروح للدكتور وباجي أعوزي النفسي كل شوية وألاقي نفسي ما بخسش دا مش معناه أن الدنيا موادة اللي بيحصل مع الحالات اللي ذا دي خصوصا هي عايزة طبعا عايزة وقت طويل وقت محتاجة 25 كيلو دول يعني مش أقل من 6 شهور في الرنج دا على الوضع دا لأنه هتلاقي مقاومة للجسم بالنسبة للنزول دا هي ممكن تحتاج أدوية في الفترة دا خصوصا أن هي فريقية يعني مفيش أي مشكلة خالص بس هتمشي على نظام غذائي مفيش أدنى مشكلة خالص محتاجة صبر شوية على نظام الأكل دي أهم شيء تمام ممكن نمارس رياضة بس أيروبيكس خفيف يعني جاري يعني على مشاية مثلا ماشا أما أوزان وكده لا يعني حاجات حرق كلها كلها أيروبيكس دي 80 بسيطة جدا عشان أزود المعدل الحرق التاعي وأقدر برضو أساعد في النزول طبعا ما بتقلش الفترة من يعني مثلا ما تقلش عن 45 دقيقة يوميا وأستخدم كميات كبيرة جدا من المية عشان برضو تساعدني في نزول الجسم ويعني يا ربنا يكرمها يا رب كده ونطمن عليها أستاذ أفاق هنطلع فاصل يا جماعة استنونا أقعد رفق أي حدة موسيقى موسيقى ورجعنا لكم ثاني مع يلا نخزك قلنا بقية دكتورة الأكل بتاع بالليل دا نعمل في إيه؟ كل الناس دلوقتي صهرانة طول الليل عشان الصيف والأطفال والناس كلها صهرانة موسيقى تقريبا بعد الساعة ستة يعني أنا في اللي بيخسوا معي يعني بمع منهم الفكهة خالص لكن بزود السوائل زي ينسون الورق الجواسط بتلي وبس على البارد دلوقتي عشان نحن نجوصي غير كده ممكن ناخد عصاير زي عصير اللمون أو عصير البرتقان بس سكر العادي وده اللي هيكون نفس اتكلم فيه ان السكر ضايت بيجي جدا البنكرياس فانا مش مستحبة عندي في الريجيم حامل سكر ضايت بكل انواي ممكن نعود بعسل مثلا العسل بيبقى الصبحة عشان حرقك يبقى معدل حرق اكتر لكن بالليل السكر المتحليكي ممكن نستخدم استكلم معانا محمد يا دكتور عايز حضرتك اتفضل يا محمد السلام عليكم كم السلام عليكم رحمة الله وبركاته اهلا بحركة تفضل اهلا بحركة تفضل اهلا بحركة تفضل بحركة تفضل تفضل اهلا بحضرتك السيد محمد الله خلصيك اهلا بحركة تفضل انا السكر الساعة تريد في سري طوا وبعد اهلا بحركة ترية وزنها حوالي من 5 كيلو و 6 كيلو حاجة طيب وصلت لكم دلوقتي ده سكرت اول 2 شبية عند أصدر دلوقتي كانت ولادة طبعا. تاني ولادة كانت سوءا. وبعد الولادة وصلت تلاتة وتسعين وخمسة وتسعين كيلو. تمام. وطبعا بقى دي كارت وكده وهي بالسجود يعني في الاسل. بصخ ماشي. فتها ماشي. ده مكوزة. طيب هي خلاصت فترة الرضاعة يا فندم. هي خلاصت فترة الرضاعة خلاص. هي فريقة. يا فندم ده الاسلت نوم بصف دراسة اللي هو فيها. بزيزة دراسة. طيب محمد الله. طيب تمام. بس هي يعني مالت شوية جانب. هي طولها حوالي من مئة وصفة هنا. مئة وسبعين. مئة وسبعين. مئة وسبعين. طيب هي مش محتاجة يعني فيها. هي خمسة وتسعين حاليا. خمسة وتسعين حاليا الولد. اه هي خمسة وتسعين دلوقتي. طيب ماشي يا استوز معامد هنجاوب على سعادة. اتفضل. نعم تفضل. اه انه حاصل بقى انا يعني عندي حوالي من اه هي عندها سبعة وثلاثين سنة على فترة. تمام. اه اما انا بقى بالنسبة لانه حاصل معايا مشكلة انها عندي حوالي من ثبانية وثلاثين سنة ووزن ستين كيلو. طيب ما كويس يا استوز معامد ستين كيلو يعني. يا جميل جدا ده ستاندر. انت عايز تزيد. اه اه. هو بس اهم حاجة بالنسبة لسعادتك السكر تثبيته ده مهم جدا. ده اللي بيتحكم برضو معاك في الوزن شوية. شكرا استاذ محمد. شكري جدا استاذ محمد. خليكم تابعنا. تفضل يا دكتور. تمام. هي بالنسبة لها يعني هي محتاجة مسلا في حدود 20-25 كيلو بالكتير يعني. ده بالنسبة لها. نفس حالة استاذة وفاق بالضبط ان هي برضو لازم تتابع نظام غزائي ولياضة وسوائل كتير. مهم جدا. بس هي تقريبا والده بقالها كتير ولادها داخلين المدرسة بيقول. اه ما هو سن مدرسة. اه. انها دي لها في حدود خمس ست سنين. اه. فهي ده طبعا طولت في الموضوع ده. بس كلمة للأكل. اه ما ده لازم. هي هتاخد فترة طبعا عشان تتعود على نظام الأكل وبتاع. فهي لازم اه في الاول خالص ان هي تنسى ان موضوع الرجيم ده حرمان. الرجيم هي كلمة اسمها تنظيم أكل. تمام. تنظيم أكل. هي تنظم أكلها. وتمنع طبعا الأكل بعد الساعة من ستة سبعة كده. هتامل على السوائل والخضر والفكة بيزن اللي هتنازل. تمام. معانا أم ملك؟ اي أم ملك ازايك؟ سلام عليكم السلام ورحمة الله يبركاته. انا سلام المملك. اه انا دكتور وزني انا طولة مية وستين. مية وستين. اه ووزني خمسين كيلو. تمام. اه فانا عايزة يعني اي تقولي على حاجة او نظام أكل يعني وزني. يزود وزنك. صح كده؟ اه. هو حضرتك طبعا لزيادة الوزن. يعني مية وستين خمسين كيلو ده يعتبر أقل من المعدل. بص حضرتك هو قبل أي حاجة احنا بنعمل فحوصات الأول. عشان نعرف سبب عدم زيادة الوزن او الوزن انه هو أقل من كله. اللي هو بيبقى تحليل براز وصورة دم كاملة. تمام. وتحليل اللي هو الغده اللي هو تي سي اتش و تي سي ري و تي فور. بنعرف نشاط الغده اخباره ايه. وبناء علي بنقدر نتحكم. هلنا هنكامل في نظام غذائي او او نروح لدكتور دكتور غدد. ده هو اللي. يعني الغده عندها كده مشكلة. اه لازم. لا احنا ما قلناش عندها مشكلة. لازم الاول تعمل تحليل دي الاول. وبناء علي نقدر نجزم. هل الهضم كويس. البراز ده احنا بنستدل بيه عن الهضم. تمام. يا اما بنشوف بقى يا صورة البراز نفسها فيها مشكلة. طبعا بتتعالج عادي. ما فيش مشكلة. الا اما صورة الدم طبعا كان فيها انيميا ولا حاجة طبعا ليه علاج. والهيرمون. اهم حاجة لعلاج الهيرموني اللي هو تي سي ري و تي فور و تي سي اتش. دول اللي بتحكمه برضو في عملية الحال. لو فيه مشكلة طبعا مش عنده دكتور التغذية. اهم حاجة دكتور الهيرمون. هو ده اللي هيشتغل عن دكتور الهيرمونات. اخصها غدد يعني. نشكرك يا امو ملك. قول لنا بقى يا دكتورة. ايه نظام الغزايا الامصر للصيف. النظام الغزايا الامصر للصيف. مش مش. بوسي لو انت قلت له مسحه بدري. يعني هو الوقت ان احنا نسحه بدري. لكن كلهم مثلا بيسحه على الساعة 12. يبنتي تجدلهم برضو بدائل. انا اصحه. اول حاجة اخدها كبايتين ماي. بحيس ان انا اشغل الحرق بسرعة معي. ولو ما علاقة عسل صغيرة. بعد كده انا بستخدم نظام اللي هو قايمات. بيجيب نتائج كويسة جدا. ان انا كل ساعتين حاجة. يعني ايه كل ساعتين حاجة. يعني اخد طفحية. وبعد كده الفطار بتاعي ممكن اخد بداية مع جبنة اريش او فيتالايت مثلا. او جبنة كاري لبنيتا. معلقة. معلقة منها. تمام. واتعود دايما لسوق اكبار او اطفال. احط قدامهم الجرجير نرجع تاني. الجرجير والخيار. والخاص. بس الخاص ما زودش منه. وان فيه زيوته ممكن الكمية بتاعته تزودك في الوزن. عالعكس خاضص ما يقال. يعني يعني الكباتشو ممكن اه دا تخدي منه اي كمية. لكن الخاص الاخضر فيه منه زيوت عطرية اه في الورقة نفسها. وممكن تزودك. يبقى احنا المسموح لنا. اما الخيار يعني اه كمية اللي انت عايزها. الخيار والفلفل الاخضر والفلفل الوان. ونعود دايما البنجر جنة جدا. لان احنا طالعين من اه فترة كورونا. اه. لعظمنا عندنا حاجتين. لاما عندنا اناميا ومصحوب ديها فيتامين ده ناقص. عشان طبعا مكناش نتعرض للشمس معظم الوقت. احنا عادين في البيوت وقدام التلفزيون. وعالتكيفات. يبقى عود نفسي دايما. يبقى حطي ان انا اعمل سبتمينت. ان انا اول حاجة. يما ابدأ. اعمل من الناس سي بي سي. عايز اكمل بحضرتك. لان فعلا عايز اعرف الموضوع ده. سمعنا ساحر عايز اتكلم حضرتك. ايوا استاذ ساحر. هلو. ايوا يا ساحر ازايك? ازاي حضرتك عاملين? الحمد لله تمام. قليلي وزنك ايه? انا وزني تمانين وصول مية وستين. تفضلي يا دكتورة. اه وزنها تمانين وطولها مية وستين. وسنك قد ايه? ايوا? وسنك قد ايه? انا سنة تلاتة وثلاثون سمع. تمام. ووزن ثمانين وصول مية. بص هي هي محتاجة تخص حوالي ايه? هتسمعي الاجابة يا ساحر معانا خليكي معانا. اه. اه هي في الفترة دي محتاجة تخص حوالي خمستار. احنا بنسيب كده رينج خمسة عشان العضلات بتاعتها. اهم حاجة في نظام الرجيم عشان مرجحش تاني بعد يم متعب في الخسام بتاعي ارجع تاني ارجعهم تاني بسهولة ان انا حافز على البروتين والكتل العضلية. تمام. احافز زي على البروتين بسيطة جدا. انا وزني سبعين. اضربه في واحد ونص يبقى ده البروتيني اليومي بتاعي. والحصص اتعود دايما ادخل اشوف الحصص بتاعتي. مثلا البداية كام سبعة اللي جبنا القريش مسلا سبعة زيها. لو حسبت انا البروتين عمري ما فعري هيقع وانا بعمل ريجيم. عمري ما اه دوافري هتتقصف. عمري ما اه التراهولات اللي بتيجي في البشرة. بعد ريجيم او في البطن. حاجة تاني تمنع التراهجم الله. ان انا مسموح لي الاستدامة يعني السبات يعني ايه. يعني انا مش قادر يمشي. بس انا بمشي مسلا عشر دايق كويس. لو انت سبتها. كل يوم. كل يوم. حاجة سبت عندك كل يوم عشر دايق لازم تنشيهم. حاجة سبت وقت. تمشي فيه امتى على الصيام? يعني انا صايمة خلاص قبل الفطار خلاص احاول اتمشى شوية يعني اه نص ساعة اه على قد مقدر. يعني لو انا وصلت نص ساعة دي حاجة كويسة. ليه بقبل الصيام? ليه ساعة الصيام ازليكش بعد الفطار? عشان انا الجلكوز عندي بيقل خالص ان خلاص انا محتاجي ان انا اكل. فبيبدأ يحرق في الدون. تمام. يبقى المشي ده عندي هيعمل هيعمل حرق دون مش هيعمل حرق كتلة عضلية. اه. وبعد كده انا بروح افطر عود نفسي ابدأ بالبروتين عشان نجبع. وعشان يكوني كتلة عضلية واخد معاه حاجة اه يعني مشروب. يعني ليه انا بقول مسلا عصير اللمون وعصير البرتقان لان احنا طالعين طبعا من فاطل الكورونا معظمنا اللي هي الانامي. فانا لو ثبت عندي اللمون والبرتقان مع كل وجبة ما بيتخنيش خالص. تمام. والسكر احنا قلنا السكر ضايت انا انا بالنسبالي ما بحبوش خالص لاني اه لان هو بيجهد البنكر يا سعدي. لا تستعمل سكر استيفيا للسكر العادي. ما اسمح لها كم من السكر العادي? من اربعة لخمس معالق اه صغيرة بس تعود نفسها ان هي سطوب بعد ستة ده سطوب بالنسبالي. الحرق بيقل بعد ستة يعني مش بينفعدي سكريات قوي لكن ممكن ادي سوايز زي اللي احنا قلنا. يعني انا ممكن اه اخد يانسون جوافة وتليو بس على البارد او العصير دي مفاس سكر خالص اه او ممكن اخد فكهة او تونة او جبنة قريش الحاجات اللي فيها بروتين خلاص او كبات لبن. تمام. مع اه تلات معالق بليلة اعود نفسي ارجع تاني اللي هي الحبوب الكاملة او بطاطا مشوية او بطاطس مشوية يعني اه بطاطس مشوية بس حطت لها اه عليها معلقة بضاية فهي البروتين مع الكاربوهايدريت هيخلي نسبة الجليكوس ثابت. تمام. ما يخليهاش يعلى في الدم فا يتستخني. تمام. مع ثوابت نص رغيف نص رغيف نص رغيف. بلدي طبعا. بلدي. معنا حنان. معنا حنان يا دكتورة. ايوة حنان. الو. عليكم السلام. ازاي? انا عام 53 سنة. اهلا بك. اهلا بك. 53 سنة. 53 سنة. 53 سنة. وطولي مية وتمعين. وازنة مية وعشر. في ضغط او سكر او اي حيجة. انا كان عندي غدة بس عملتها الحمد لله كلام من 30 سنة. تمام. وعمل لها تحفلين على طلب التفاند لله كلية. هي طبعا حتى لو تعملت الغدة بتأثر عليها شوية. ان هي بتخلي اه اه. شكرك استاذة حنان. خليكي معانا. اه في سبات سنة في الحرق وبتاخد وقت شوية معايا في ان انا اه اه بخصيصها. بس بس بساعدها ازاي? بساعدها ان انا ممكن ادي زي كروميوم كروميوم اللي كروميتين. ازعيدها على الحرق شوية. وساعدها ان هي اه اشجعها على المشي. دي بقى لو تمشت كل يوم. خمسة واربعين دقيقة هيبقى كويس قوي. اساعدها على ان هي تستخدم ملح باليود. عشان تعوض النقص بتاع الغدة اللي عندها. اساعدها اقول لها ان الكرومب والارنبيد بس طبعا بكميات قليلة مش مش اللي هي اه اه اللي احنا نحددها. فعنا شربة كرومب بتخصص يا دكتور زي ما بنسمع? اه بسي في البركتيكا العملي اه. اه. براكتيكا الا. والكرومب نفسه لو انت قطعته على السلطة بكميات محسوبة بيخصص. لانها بيعتبر فيه فايبا وفيه كروميوم اه 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 املاح ومعادن كتير جدا. فبتعوض اه اه النقص اللي بيبقى مصحوب طبعا مع مع السمنة. فا اه بيعدل خالص من حرق الجليكوز وبيازم من حاجة اسمها انسلون ريزيستان بتبقى موجودة مقاومة الانسلين مع اه اه السن ده. واللي هي الغدة دراقية ما تبقى يعني كسولة سنة. ويه دايما نقول لها كل طالع تشوف او كل ست شهور تعملي عشان تشوف الغدة لانها مهمة جدا. هلا ناخد انتروكسين ولا لأ? ده مهم جدا. لان هتحسب مسلا على مية ولا مية وخمسين ولا خمسين. ده بالفول وبالتاح. تمام. خلاص? فهي دي حالة يتعتبر شوية. شوف بقى حالة امم محمد اي امم محمد ازاي? الو. سلام. رحمة الله يبركاته. اتفضلي. اتفضلي سؤالك. اي دكتور. عايزة وزن مية وخمسين يا دكتورة. وزنك مية وخمسة واشر. وسنك? سنك سنك اربعين سنة معي. وسنك واحد واربعين سنة? اه. معلشي معاكي اطفال? اه. اه. طولك قد اي امم محمد? معي ثلاثة. طولك قد ايه? طولي ايه وخمسين. هستقزمك وسيليك منع الحمل ايه? بالساعة اللي افضل بها. طبعا. ليه باسألها السؤال? خليكي معنا يا محمد اسماعي الاجابة بالدكتورة. اه. شكرا. مهمة جدا. في سن معين يعني في بعد الخمسة وثلاثين احنا مش مستحب ان احنا هناخد حبوب منع الحمل بعد السن الخمسة وثلاثين. بدور على وسيلة تانية. مناسبة. مناسبة. ليه. سانيا ده اولا بتاعمل حاجة اسمها غطر تنشع. بتخلي فيه. مية تحت الجلد. مية تحت الجلد كتير. طب اتخلص ازاي من المية دي? اه في حالة زي كده. اولا اعودها دايما ان المية بتاعتها يبقى فيها اه خيار. يعني ادي مية هنقعها يعني هعمل لها ترنشات خيار. وانقعها حوالي اثناشر ساعة. وخلي المية بتاعتها باستمرار فيها دي اقوى نقطة بسيطة من اللمون. ده مدر للمية اللي في جسمها. تاني. تاني حاجة عودها على الملح تغيرها. مش هيدها معها ملح السوديوم خاصة. فيه ملح اسمه ملح اللي الملاي يستخدم. اللي هو البنك. ده بنستخدمه في الحالات دي. فبتخلي طبعا اولا بيدي نفس الطعف. سانيا ما بيعمل ليش بطر انسوديوم كتير. ونشجحها على اه تاكل حاجات فيها بتاسيم كتير. عشان يبقى البتاسيم كتير ده الخضار والفكهة كتير. بس يعني مقننة. يعني مسلا اقول لها ايه? اقول لها كل ساعتين خدي سومريت فكهة. خلاص? الحصة بتاعتي خامسة في اليوم مثلا. زي ايه الفكهة اللي انا اسمحها لها? على فكرة هيش فكهة ممنوعة. يعني مسلا انا بالنسبابي يعني انا مسلا عايزة هي بتحب العنب. باكلها العنب بس الصبح. يعني لها عشرة يعني لها عشرة حبيت. بس باكلها اللي الصبح مرة في الاسبوع ما جراش حاجة. مش هعنقود بقى على بعضه يا مشكلة بقى ان احنا بنود لنا. بس هي يعني يعني الصحة في الرجيم انه بيش حاجة منونة. تمام. يعني انا عايزة اكلها منجاج خلاص يعني ربعة ما فيش غيرها بس الصبح. عودها دايما الصبح. عشان بيبقيه معدل الحرق اعلى فبعد كده ينفع. وعودها دايما تاخد حاجة بعدها مثلا زبادي او او شوية لبن او الكلام ده. لان البروتين مع الجليكوز سيمبل بيخلي الجليكوز عندي سابط. تمام. فما فيش حاجة بالنسباني انا ممنوع في الرجيم. اقنن وكميات. اقنن وكميات. والوقت. تمام. معنا امو احمد. فضاليا امو احمد. سلام عليكم. لكم السلام. راح ترى بركاته. مرح ترى بركاته. مرح ترى بركاته. كلم. فضاليا دكتور. فضاليا سؤالك ايه? ايه? ايه ازاي هدارك عاملة ايه? الحمد والله. يا ركتور انا اكوني مية تسعة وارتعين. وزنك? وزنك انا اربعة وفتانجون بالسالة اكتر حاجة عندي اه بطن من ادراع بك. بطنك وادراعك. ايه. تمام هم اكتر حاجة ايه? طب فيه ترهولات معلاشة? لا لا ما فيه. يعني الضفنة عادية ورصينها انا برد ما فيه. فيه ترهولات ورحية حالية. فيه سكر او ضغط او كنت اتخذي فترة كورتزون معلاشة? لا لا ما فيه اي حاجة. طب سنك انا ما سمعتوش معلاش. انا كني واحد واردين. واحد واردين. طب حاضر. شكرا يا محمد خديك معينا. دي بنسميها سمة موضعي. مس سمة جدا. يعني هي عندها بعد الولادة واضح ان هي ما اهتمتش بالنظام الغذائي اللي بعد الولادة. طبعا طبعا ساعة الرضاع بياخدوا سكريات كتير. طبعا. فالسكريات دي بتعلي حاجة اسمها دهون السلسية. الدهون السلسية دي ملهاش مكان الا للاسف شديد في البطن. وعلى الكبد. فهي طبعا عملت لها بطن. عملت لها بطن. طيب. ان خصيصها ازاي? نعودها دايما ان الحكتة اللي هي تهنانة فيها هتعمل رياضة. تمام. بنطلع لها فيديوهات كده بسيطة سمبل جدا. ان انا اخد نفسي واكتمو. اخد نفسي واكتمو. وعودها دايما ان هي تتمشى. وعودها دايما ان هي. انا انا مسلا بعمل حاجة اتحرك. مش ضروري قعد. في المكان ساجد. على قد مقدر. على قد مقدر. وبرضو بيبقى عندها حاجة اسمها برضو اللي هي المية البيادة. فابعمل لها ايه? ان العضلات. العضلات هنا. متراهلة ليه? لانها البروتين بتاعي قل. يبقى بهتم جدا في النظام الغذائي بتاعها. ان انا ازبط لها البروتين كويس قوي. عشان ما احصل لها اشتراهولات تاني في البطن. فتزيد كمية الدهون عنتي. فابدا اعودها دايما ان هي ادي بروتين كويس جدا. واد اخداره فاكهة كتير. وابدا اقول لها على الحاجات المشروبات اللي ممكن نساعدها في تخصيص البطن دي. زي مثلا اه لا هنحط في الاكل الجنزبيل الفريش احسن حاجة. تمام. اه بشرة بسيطة ما فيش مشكلة. القرفة هعودها دايما اللي هي كركم. ده كل ده الحاجات البسيطة اللي بحطها ممكن في الروز. ممكن في الطبيب بتساعد على ان الحرق بتاعها بيزيد. وهي بقولها اني لازم الرياضة. تمام. اللي هي الحركة. واتعود ان انا ادخل على جوجل. اقول تمارين بياضية بسيطة اتعمل بيها. البطن اهم حاجة ان بعد الساعة ستة كربويدريت فيش كربويدريت. اه. يعني تاكل ايه ستة زي كده. لا اعودها دايما ان هي طبق تونة. اه. ومبشور عليه اه طبق صلطة. او جبن قريش مبشور عليها صلطة. وربع ربيف. ما جبت خفيفة ونكتفي بقى بكده خلاص. لا انا جعانة لسه جعانة. خلاص كوني زبادي. اه. لأ انا لسه جعانة. خدي تفحية. انا لسه جعانة. خدي ينسون ورق جوافة وتلي. شربي بقى سويل كتير. سويل اللي لكنا بنقولها. او. قول هي هي بتسهر. فانا بديها. سوي. البدايل انت بعد الساعة ستة تتليق في شار. اه. لكي من كبال تلاتة. طبعا. بس بزيد بسيط طبعا ملحة بسيط. ميش. معنا سمر. الو. السلام عليكم. مستلامة حتى لبركاته. ايوة سمر معاكي دكتور احمد. تفضلي. انا ممكن كلا. اتفضل يا دكتور. اه ناسا. اه ناسا يا سوزة سمر. انا انا صار محددتك. لو سمحت اه. اه. صوت بس يا سوزة سمر. علي صوتك شوية بعد اذنك. ابني ابني ايوة. ايوة. ايوة ابن حريك عنده كم سنة? عشرة تمام. تمام. وزنه قديه? والوزن عنده زيادة. وزنه قديه وطوله قديه? اه. طوله مية وعشرين. والوزن. نعم. وزنه كم? وزنة تمانين. تمانين? حاجة وسبعين. اتنين وسبعين بتقولي يا استاذ سمر? اه. اه. خمسة وسبعين. خمسة وسبعين. خمسة وسبعين. اه. طب. انا في الوقت. يعني. اه. 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 اه كده بالظبط يعني بتدي له كل فترة حاجات كل ساعتين كده واجبة بسيطة يعني مثلا زي كبات فشار صمرت فكهة بيبدأ برضو في الوجبات زي واجبة الغداء مثلا بالبروتين دي أهم شيء بس لازم يشترك في الرياضة طبعا دي هتفرق معها جامد هتفرق معها جامد يا صمر طب بالنسبة للحلويات بما أن الأطفال بتحب الحلويات أوي إيه نعوضهم بإيه علشان نغنيهم يعني نعوضهم عن طريقهم ممكن الفكهة بس مش هتب يعني مش مغرية مش مغرية وممكن قطعت شوكولاتة زغنرة يعني مثلا مكعب شوكولاتة قديها له كمكافأة إنه هو مثلا عارف يصبر شوية بالنسبة للواجبات اللي هي السناكس زي الشيبسي والكاريتي والحاجات دي طب وبنسبة للمشروبات الغذية يا دكتور لا طبعا يمنع بذلوقتي لا هي ضايت برضو لا ما بنسبة الأطفال لا لا ضايت برضو لا برضو لا إن كان مشروبات غذية أو ضايت لا برضو لأنها برضو مهمة جدا مهمة جدا عصير فرش مهمة جدا بالنسبة للطفل عوضوا بالعصير حطت بديل السكر للدكتور قالت عليه أفضل من نحن نحط السكر العادي مهمة جدا ده مهمة جدا بالنسبة للطفل ولازم كل ساعتين واجبة دي هت برضو هتساعد معاه واللي هيساعد أكتر الرياضة دي هتدي له نوع من الثقة بالنفس وفي نفس الوقت برضو هتلاقي برضو فيه فرق عندها أسباحة عندها كرة كادر لازم يمرس رياضة لأنه سنه عشر سنين لازم يمرس رياضة معانا آية أيوة آية عليكم استلام ورحمة بركاته اتفضلي ممكن أكلم الدكتورة اتفضلي ازاك يا دكتورة؟ ازاك يا دكتورة؟ ازاك يا دكتورة؟ بقولك لو سمحت يا دكتورة أنا عندي مشكلة لأنا عندي تراغلات في جسمي إدراعي وضافي فعمليك أبعا مكتية وأنا سن 21 سنة عملكة صغيرة تماما انت عملت ريجيم قاسي وبعد كده سبت نفسك للتراغلات ولا إيه؟ معلش لا أنا كنت يعني في الأعداد وكده كان وزن كنبات سوية فأنا عملت ريجيم مع نفسي أوه أوه تماما وزنك قد أياه؟ أي وطولك قد أياه حبث؟ أنا طول 165 ووزن الوقت 95 وطبعا نفسي ثاني ومش عادت أعمل إيه وحالة النفسية وحشة أو بشابة ريجيم قاسي فمش عادت أعمل إيه؟ خليك معانا يا آية خليك معانا يا آية الدكتورة هتقولك إن شاء الله تعملي إيه؟ نشكرك يا آية بص بالنسبة الآية إحنا هي عملت ريجيم قاسي وريجيم القاسي ده عمل إيه؟ عمل تقلص الكتلة العضلية فبدأت الدهون اللي ناحية الكتلة أساسا بتعتفسه بدأت الأولاد تظهر معيها يما جت وبعد كده يما هم عملت ريجيم قاسي ده مضاعفات من اللي عملت اللي حصل وزنها ريجي حتيني بس ريجي مع ترى أولاد خلاص؟ يبقى إحنا هنقول لها إيه؟ هنقول لها اللي احنا بنقوله إني لازم النظام الغذائي بتاعي كيبقى هاي بروتين ضايت يعني هاي بروتين عشان نرجع الماصل تاني بتاعت العضلات أول إما تظبط البروتين بتاعها في الأكل على من واحد واثنين لواحد ونص نضربه في وزنها وهنطلع بعد كده هتطلعها على جوجل كل حصة من الأكل فيها كان بروتين هتبدأ نظام اللي قايمات كل شوية كل ساعتين هتاخد حاجة هتاخد اللي هي الزبادي وهتاخد هتنرجع للحمص يعني ممكن أكل حمص واشربه وأنا ما تخنش أه حمص الشام حمص الشام خلاص يعني أنا هاخد ثلاث معالق حمص والباقي المية بتاعته تمام؟ بالعكس هحط فيها نسبة شطة بسيطة فهتعليلي الحرق وفي نفس الوقت البروتين ده هيعوضني البروتين المباتي يبقى البروتين موجود في إيه؟ في القلبين والجبن والحمص والبلي يعني وجزء البلي اللي هنحط عليه لبن وطبعا بقولها حاجة مهمة جدا ما تيش حاجة اسمها لبن خلي الدسم معيها ما ينفعش خالص ولا نص الدسم حتى تاخدوا كامل الدسم عايزي؟ كامل الدسم بس مقنن يعني قدي إيه؟ من كباية لكباية نص ده في اليوم؟ ده في اليوم خلاص؟ أو أنا ما بحبش اللبن؟ لا خلاص أنا هاخد زبادي وهاخد بيد وهاخد جبن برضو زبادي كامل الدسم معي اهو حاجة لايت ولا اي حاجة لا لا ما فيش حاجة اسمها أشهيل هي حاسة لا والله نفسيا ان لأ الكباية اللبن دي هتخني شيري لوش وبرضو تلعب رياضة يا دكتورة ولا بلايش؟ وتلعب رياضة طبعا مهم جدا لإني هيزبت البروتين يما تلعب رياضة تمام يعني هيزبت البروتين اللي أنا أكله يما أنا مش يما أنا أتحرك يما أنا أعمل ريزيستنس مرة في الأسبوع عشان شحل الجسم حتى يتغير اهو حمل بسيطة جدا هتعملها مرة في الأسبوع هتلاقي ترهولات دي راحت منها وفي نفس الوقت هتحافظ عليها هو تعطيب أنا أعطيب حضرتك هو دايما للرياضة أنا هركز عليها في المناطق اللي فيها ترهول تمام يعني على أساس إن أنا بشغل العضلة تحت الجلد المترهل ده أطلع بقى تمارين مخصصة للبطن للإكتاف بالنسبة للبطن تمارين للبطن عشان تبدأ تملى العضلات دي تاني بالبروتين معانا زينب بس يا جماعة أيوه يا زينب أيوه يا زينب ازاي؟ الحمد لله أنت عملي يا حضرتك الحمد لله ولن إيه مشكلتك؟ مشكلتك حضرتك أنا نزاتي عن 93 كيلو وزني 63 كيلو وطول حضرتك؟ وزني 93 وطولك وطولك؟ وطولك 162 162 فعنتي الفكرات بتاع بطاري تعباني فبولي أنت انزل وزنة ينزل عشان من عنزل القطنية مليانة شوية ماشي يا زينب حليكي معانا دكتور هيرود عليكي؟ في سمنة موضعية عن البطن الزيادة؟ أخي بطن أخي بطن طيب تمام والسن أديه فندب؟ السن أديه؟ السن؟ 52 ماشي يا فندب شكرا يا زينب شكرا هو طبعا بالنسبة للوزن وطبعا 93 وبالنسبة للطول هو 162 يعني مثلا بنيدي 5 كيلو يعني في حدود 70 كيلو يبقى هي زيادة في حدود 33 كيلو في الرنج ده هي طبعا هتمشي على نظام أكل نظام ضايت متكامل صحي ما فيش أي مشكلة خالص بس هتلتزم بالموعيد عشان الحرق بالنسبة لها لأن طبعا على سن 52 سنة الحرق بيقل طبعا الدكتورة يعني استفادت كتير بمواضيع الحرق دية وشرحت كتير طبعا بالنسبة لها بالنسبة طبعا الوجع الظهر هو طبعا البطن بيبقى فيه سحبة مركز الجاذبية الأدام لما بيبقى فيه طول فده طبعا بيحصل شد على فكرات الظهر نفسها ويبقى بالذات على الأربطة اللي ما بين كل فقرة والتاني خصوصا برضو لو كان فيه مشاكل قبل كده أو خبطات أو كلام ده في الفترة اللي فاتت بالنسبة لها فبالتالي لازم بتعمل تخصيص موضعي للمناطق دية فيه طبعا وسائل كتير للتخصيص الموضعي فيه وسائل حديثة طبعا لسه زهرة اللي هي زي الكرايو والكافيتيشن طبعا طالما عمل التفتيت للدهون لازم تعمل شد للطرع فلازم بتتابع للنظام الأكل ده مهم جدا وكلمنا عنه هم بتاخد أدوية مع الأكل؟ بتاخد أدوية بس لو طبعا احنا مثلا على حسب حالتها الصحية على حسب حالتها الصحية احنا طبعا نسينا نسألة عندها ضغط لان أدوية التخصيص أغلبيتها بترفع اه بترفع لو فيه أدوية متاحة أو حالتها الصحية أو حالتها الصحية تناسب انها تاخد أدوية تخصيص طبعا ما فيش مشكلة تقدر تساعد بيه ما فيش هاي مشكلة خالص نيش يا دكتور معانا نجوة عليكم السلامة احطى اللي بركاتة اتفضل يا أستاذ النجو عليكم السلامة بس اخذلك بس اكلم الدكتور اتفضل ممكن بس نتواطي التلفزيون شوية أستاذ نجوة نعم أنا عنده وضروف فرقاتي أستاذ أناجو ويوطي التلفزيون شوية بعد إذنك أنا وطيته خالب أقول لحضرتك أنا عنده وضروف فرقاتي ووضروف برضو بأكفل الظهر كده من تحت بس داي أنا عضلاتي بطيب أمار ومسطيق أو ارتدك أتا كنت عاليك كثير فأنا مش عارفة فعالي بس أنا وزن إيه الوزن كام يا فن أنا وزن المية مية وبعدين قطول طيب طيب الوزن كام يا فندم؟ مية وطول مية وخمسة وستين؟ نا شكرا الصوت في مشتور جزا ناجوة طول مية وخمسة وستين الوزن كام يا فندم؟ الوزن مية الوزن مية طول مية وخمسة وستين وسن حريك قدي أسادي ناجوة؟ أنا عندي 45 سنة بس حضرتك بجأة مزي رجلهة وطولتي إيه لوان وطبع من فقرة لجأة مستمر ده اللي يتا كده من فقرة عندك ضغط أو سكر يا أستاذ نجوى؟ عندك ضغط أو سكر؟ مجرد الضغط أو سكر؟ طيب أنا رحت الدكتور باطنة بل كده شخص الدكتور خليكي متعاني أتابع الدكتور طبعا بالنسبة لها عندها مش زيادة كبيرة جدا في الوزن يعني كان بالنسبة للوزن 100 بالنسبة للطول 165 يعني فيه زيادة 30 كيلو تمام وطبعا بالنسبة للمشاكل دي طبعا هي بتتعرض على الدكتور عظام وهو لو حولها بالنسبة للعلاج الطبيعي ليه دور تاني خالص مع حالة فقرات الدار والرقبة بالنسبة لها طبعا إحنا هنمشي على نظام أكل تمام الرياضة طبعا هتبقى بحرص عشان مشاكل الظهر والرقبة وبالنسبة للسنة هو السنة 45 سنة ماشي يعني هتبقى الحرق معنا يعني هتبقى الحرق ممتاز ما فيهش أي مشكلة خالص بس هي طبعا بالنسبة لها هتمشي على نظام أكل ونظام الأكل ده هيبقى متوازن بس بالنسبة لها كجم أو كتمارين أو كلام ده هتبقى بحرص شوية عشان مشاكل الظهر والرقبة دي أهم حاجة يعني لازم يبقى متخصص يبقى يعني معاها في الموضوع التمارين ده بالذات من نسبة المشاكل اللي إن أنا رجلي فيها تقلق ومش قادر أمشي طبعا من مشاكل من ضغط على الفقرات من نسبة للفقرات القطانية ألف سلام عليك يا سيدة حابة تقولي تضيفي حاجة يا دكتورة أبدا ما نختم يعني أنا بضيف للأوزان دي برضو إنه لو أنا استخدمت بزور الكتين أو بزور الشياء دي حاجات طبيعية جدا أو الصمغ العربي يعني معلقة من الصمغ العربي على ربع كبات مياه نفسي هتسأل في نفس الوقت لو عندها شاشة هتعليها لو عندها حاجة في الكلا هتعليها لو عندها الإمساكه يعني الإمساك من أسباب اللي هي زيادة الوصن تمام هتعليها في الحالة دي لازم المكملات بتاع الكلسم والماغنسيا يعني لازم أدي كلمة في حالة زي كده عشان عدي الكلسم الماغنسيا بتاعوا عشان تقدر تمشي معي من الألام الألام اللي هي حاسة بها دي عبارة عن ايه دي عبارة عن نقص كالسام وماغنسيوم فنخلي عندها الفقرات طبعا في احتكاك فانا بعمل كلب الكلامي بدي في الحالة دي يعني أنا حالة زي كده هادي بيفرون مثلا حقنا كل عشرة تيين مدت ثلاث حقا ده ويتامين دال ههتم كويسة قوي ان حالة زي كده تبقى الأنميا بتاعتها كويسة مش هتحكم عليها بالسي بي سي لا هتحكم عليها بحاجة اسمها سيروم فوريتين أو سيروم اير عشان ممكن هي ما بتشربش ميا كويس فيظهر عندي الهيموجلوبين كويس لكن هي عندها أنمي هي بقى عمل ايه في الحالة دي لا سيروم ايروم سيروم فوريتين مهم او انها نعدل دولة واهتمز الوريتين نورتين يا دكتورة ولاء نورتين يا دكتور أحمد طبعا الكلام عايزين حلقتين عشان نكمل كلامنا استنونا بحلقة جديدة من يلا نخص اصباح على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة